اكد رئيس اركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد ان اهلية سيناء هم خط الدفاع الاول على الامن مصر القومية جاء ذلك خلال لقائب عدد من شيوخ القبائل والعواقل ومسؤولي الاجهزة التنفيذية والشعبية لمحافظة شمال سيناء قام الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة بتفقد عناصر من وحدات القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء للوقوف على الحالة الامنية ومتابعة اجراءات تنفيذ الخطط والمهام الامنية المكلفة بها ضمن مراحل العملية الشاملة سيناء الفين وثمانية عشر كما تابع مراحل سير العمليات الامنية واستمع الى شرح مفصل لما يقوم به ابطال القوات المسلحة والشرطة من خطط مشتركة لاقتلاع جذور الارهاب ونقل الفريق محمد فريد اعتزاز وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وتحيات الفريق اول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي لرجال القوات المسلحة والشرطة لما يقدمونه من نجاحات مستمرة خلال المعارك التي تخدها مصر للقضاء على الارهاب على ارض سيناء الحبيبة واشار رئيس اركان حرب القوات المسلحة خلال لقائه بعدد من شيوخ القبائل والعواقل والاجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة شمال سيناء الى الدور الذي يقوم به اهالي سيناء باعتبارهم خط الدفاع الاول عن امن مصر القومي حضر اللقاء اللواء اركان حرب خالد مجاور قائد الجيش الثاني الميدني ومحافظ شمال سيناء ومدير امن محافظة شمال سيناء